شدت بعتة المنتخب المغربي صباح يومه الأحد الرحالي للعاصمة القطرية الدوحة تاهوبا للمشاركة في كاس العالم المقرر في الفترة ما بين 20 نومبر الحالي و 18 دجنبر المقبل وانطلقت رحلة المنتخب الوطني من الرباط بتواجد تلاتي الوداد الرياضي أحمد ريد التقناوت ويحيى عطية الله ويحيى جبران إلى جانب بعض اللاعبين المحترفين ويتعلق الأمر بكل من مونير المحمدي وسليم ملاح وجواد اليميق وعزدين ناحي ومن المنتظر أن يلتحق باقي اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية بالمنتخب المغربي اليوم مباشرة إلى الدوحة وذلك لتزام المباريات فرقهم مع موعد سفر الأسود إلى قطر على غرار أشرف حاكيمي الذي يتواجد في قائمة باريسان جرمان لمواجهة أقصر شكرا